السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أقلي وصحبه وسلم ازايك حبيبي عاملين ايه صلوا على نبي كلكم كده ويلا مع بعض نشوف النهاردة هنعمل المحاشي الأمر الحلوى اللي زي السكر دي عملناها ازاي وطعمها كان عامل معنا ايه والتركات اللي هطلع معاك المحشي مفالفل وطعمه حلو ورحته خطيرة ويقلب معاك المكان ويخلي اي حد في المكان اللي انت فيه هيشكرك على المحشي الحلوى اللي انت بتعمليه المحاشي من ألز الأكلات خاصة طبعا المحاشي المشكلة اللي احنا هنعملها النهاردة يلا نسامي بالرحمن وندخل نشوفها نعملها ازاي في البداية حبيبي عندي حوالي ربع كوب من الزيت هننزل بيه في حل على النار يسخن معنا ننزل عليهم ببصلتين كبار كده مفرومين المحشي بيحب البصل يعني كل ما تقطري بصل كل ما يديك يتستحلو جدا اول ما البصل يتبل معنا وياخد لون شفاف كده ما بغمقهوش عشان ما يعملش حموضة واني بتيدي ننزل عليه بعصير الطماطم وعصير الطماطم مش لازم تصفيها لو الطماطم بتاعتك كلها لحم كده وما فيش فيها بزر كتير هنسيبها تتسبك بقى على مهلها على نار هادية على ما تتسبك الطماطم حضرت البتنجان بتاعي النهاردة هعمل بتنجان وكوسة وكام فلفلة كده علشان تديله ريحة حلوة هزقبطت الأمور بتاعتي البتنجان والكوسة واخسلهم كويس جدا ونشوف بعد كده هنعمل ايه قورتهم طبعا علشان ما ناخدش وقت ونطول الفيديو وبعد كده جبت طاصة بحب اعمل تركة حلوة كده للبتنجان حطيت فيها حوالي 3-4 ملق من الزيت بعد ما غسلت البتنجان كده وصفيته وقفتوا كده على فم البتنجان كده علشان تصفي اي مية فيها وبعد كده باخدوا على الطاصة اشوح وتشويح خفيفة جدا في معلقتين زيت كده بيديله تستحل وبيخليه مذبت كده وطعمه جميل مش بحب احشي البتنجان ناي لو بتحب تحشيه ناي زي ما هو كده جميل برضو بس انا بحب التركة دي وبحس انها بتنقل معي المحشي بتاع البتنجان في حتة تانية خالص وبتخليه زبدة وطاري كده وبيدوب في البق هبتدي اعمل نفس القصة مع الكمية اللي عندي كلها زي ما احنا شايفين على يعني شوية زيت خفاف كده انا مش بقى ليه ولا حاجة ومش مكترة زيت عشان ما يدخلش جوه وحدات البتنجان انا يدوب كده بيلمعه من برة وبيسخن معي في الزيت كده علشان ما يكونش مجلد ويبقى معي طعمه لذيذ جربي تعملي التركة دي لو مش بتعمليها وشوفي هتنقل معاك البتنجان نقلة حلوة جدا في التستو في التسوية بتاعته بتبقى تحفة جدا يدوب على السريع كده على كل ناحية من البتنجان كده حوالي خمس ست سواني بقلبها ومجرد ما قلبها بخرجها خلصت الدور التاني حطيت بقى اخر دور عندي كده في التوسة جنب بعضه ويدوب بقلبه ما بسويهوش ولا حاجة ولا بديله لون جامد يدوب مجرد كام ثانية بنقله على الوش التاني ومجرد ما خلص تقليب بقوم بخرجه على طول من غير مطول عليه علشان البتنجان طبعا متأور وقشرته رؤيقة لو سبته في الزيت فترة طويلة هيتحرق مني ومش هيبقى طعمه قلطة في حاجة هخرجه دلوقتي على طول وأسيبه يهدى شوية ما شاء الله اللهم مبارك القصة دي بنعملها في البتنجان بكل انواعه سواء الابيض او الاسود بيبقى حلو جدا وخاصة الابيض لان الابيض بيبقى جلده ناشف شوية كمان الاسود بيبقى جلده مذبت شوية وبيبقى طعمه حلو انا بصراحة لما بلاقي البتنجان الاسود في السوق اللي هو التويل بجيبه بعمله محشي بيبقى في منتهى الطعامة ولذيذ جدا بس النهاردة اللي كان متوفر قدامي البتنجان الابيض التسبيكة بتاعتي خلاص اللهم بيرك زي ما احنا شايفين كده تسبكت وستها هديت شوية وهبتدي بقى احضر للمحشي بتاعي التوابل بتاعته هنزل بالملح بتاعي على حسب كمية الرز اللي انا هستخدمها انا مزودة النهاردة شوية وهبتدي انزل كمان بالفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من الكمون المحشي والكمون مهمين مع بعض يعني الكمون علشان البصل كمية البصل اللي احنا مستخدمينها علشان القولون بقى ما يزعلش مننا ونزلت كمان بالكوزبرة البودر نص معلقة وكمان الكوزبرة والشابت بتاعي اللي هم اليومين دول مش عارفة ايه اللي حصل لهم بصراحة عود الكوزبرة الواحد بقى بخمسة جنيه علشان تعملي حلة محشي عايزالك بخمستاشر عشرين جنيه خضرة محشي علشان تقدري تعملي محشي يكون ليه تستحيل وطعم جميل يلا الحمد لله على كل حال هنعمل حطينا كمان معلقتين زيت على البارد كده علشان الرز بتاعنا يكون مفلفل وطعمه حلو وكمان بيدي تستحيل وجدا بحب احطهم كده على البارد غير الزيت اللي انا حطاه في بداية التسبيكة هقلب التسبيكة بتاعتي بقى بحب اقلبها بيدي زي ما احنا شايفين كده علشان البهارات بقى بتاعتي تتقلب كويس والصلصة والرز يتدخلوا مع بعض كده وتديني النتيجة اللي انا عايزاها اللهم مبارد الصلصة بتاعتي حمرة جدا لونها حل وكمان كميتها وفيرة زي ما احنا شايفين وابتدي يجيب بقى حاجة تانية بولا كده انقل فيها الخالطة المحشي اللي انا عملتها الرز كده مع الخضرة والتوابل ونبتدي بقى نفضي الحلة لان انا هحشي في نفس الحلة اللي انا مسبكة فيها الطماطم بتاعي زي ما احنا شايفين وافضي الحلة بقى عشان احشي اعبي الكوسة والبتنجان وارسهم في الحل على طول اللهم مبارد خلصت الخالطة بتاعي كده بتقريبا بكون المحشي معايا خلص لانه بعد كده ان انت تعبي الخالطة ما بياخدش وقت خالص المحشي البتنجان والكوسة من اسهل المحشي زي ما انت شايفها موجود قدامك كده بتقفي بقى تعبيه او تاخديه على جنب كده بتقعدي تعبي البتنجان بتاعك وهيخلص معاك في عشر دقايق مش هياخد منك وقت طبعا انا عبيته على جنبه علشان مطولش عليكم الفيديو حضرت الشربة بتاعتي يا جمال هكده شربة دسمة ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوا على حبيبكم المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام وهنجيب الشربة بتاعتنا وكده احنا حشينا حلة المحشي بتاعتنا الجميلة انا بحب احطوا واقف كده في الحلة وبعد كده اسئي الشربة اللهم بارك دسمة جدا شربة بط كانت عندي متوفرة ابتدي انزل بقى عليها على البتنجان بتاعي كده اسئي من قلبه علشان الرز يشرب من الشربة كده ويتطعم معايا والباقي بينزل طبعا في الحلة لازم كده الشربة تبقى لحد نص البتنجانة مزودش اكتر علشان ما يعجنش مني ويتهري شايفين معايا بس بحاول اسئي كده في كل واحدة شوية علشان الرز يشرب ويبقى طعمه لزيزة كده خلاص الحلة بتاعتي ازبطت العقد بتاع الشربة هغطيها وارفعها على نار عالية في البداية ولما يشرب العقد بتاعه بقى اهدي النار واسيبه بقى يستوي على مهلوف في الآخر الكوسة حشيتها كده ورصتها في صانيا زي ما احنا شايفين لان انا بحب الكوسة احمرها بعد ما تستوي وعملتها في صانيا الامونيوم كده زي ما احنا شايفين لو حابة اعمليها في بايريكس او حاجة اه تمام بس البيريكس طبعا مش هتحط على النار انا بس تسهل واعملها في الالمونيوم علشان بحط برفعها على النار فوق البتاجاز ولما بتستوي بالكامل وتشرب ميتها بعملها بحطها تحت الشوية تاخد لون كده وتديني تست خطير عملت جنبهم طبعا كيس ملوخية كده من اللي احنا مفرزينها مع بعض وهنعمل الطاشة الحلوة بقى للملوخية ملوخية برضو عملتها بالشربة المتباقية عندي وكمان الطاشة عندي عبارة عن معلقتين تلاتة من الزيت كده ممكن سامنا لو متوفر عندك وبعد كده تنزلي عليهم بمعلقة من التوم كبيرة او معلقة من هارست الشطة وتقلبيهم لحد ما التوم رحته تطلع وياخد لون خفيف كده وعليهم بقى الكزبرة البودر وتقلبي تقلبيهم تلاتة زي ما انت شايفة كده واول ما الريحة الخطيرة بتاعت التوم والكزبرة تظهر معاك كده على سريع ما تستنيش لما التوم يغمق معاك عشان ما يمررش الملوخية ونبتدي ننزل بقى بسم الله م شاء الله تبارك الرحمن بالتاشة على الملوخية والشهقة الحلوة بقى او حسب ما بتحبي وناخد شوية كده من الملوخية عشان نلم كل البهاريز اللي موجودة عندنا في الطاصة ونقلبها تقلبتين ونرفعها من على النار وما نخليها اشتغلي علشان ايه ما تسقطش مننا ما شاء الله تبارك الرحمن الكاميرا زلمها حلوة جدا وعرقها متمسك ده شكل الكوسة وهي بتغلي وبتستوي معايا واول ما تستوي ادخلها تحت الشوية ودي حالة المحشي البتنجان اللهم بارك اللهم بارك لانا فيما رزقتنا واقنا عذاب النار اول ما تشرب المية اه هدي عليها النار دلوقتي حبيبي احنا خلاص خلصنا المحشي استوى معانا زي ما احنا شايفين اللهم بارك الرز معايا بالكوسة ده انتها كده بفرشة من الصلصة خفيفة جدا ودخلتها تحت الشوية بحب التركة دي بتدي لها تستعالي جدا وبتخلي طعامها خرافي آآ غرفت المحشي معايا في سيرفيس كده رصيته جنب بعضه آآ البتنجان وقدمته بالمنظر الجميل ده وكمان الكوسة حبيت اقدمها زي ما هي كده ما حبيتش غرفها بتبقى تستعحل وكمان الصوس اللي نزل منها كده ومتكرمل في الصنية من تحت بيبقى الطعم وحلو جدا وقلز كمان من الكوسة قدمت بقى جنبهم طبعا اللحوم اللي أنا عاملها وكمان الشربة والملوخية وكان يوم خطير جدا بلمة الحبايب ربنا يدمها يا رب علينا نعمة ويحفظها من الزوال النهاردة عملنا المحشي بكل تركاته يارب يكون عجبكم وما تنسوش اللايك والشير